اشتركوا في القناة هي سورة الكهف سورة الكهف سورة عظيمة جمعت قصصا فريدة ينبغي ان يقف معها المسلم ساقف مع سورة الكهف ثلاث وقفات احاول فيها ان ابرز اخص ما جاءت سورة الكهف لتبينه الموضع الاول قول الله تبارك وتعالى انا جعلنا ما على الارض زينة لها لنبلوهم ايهم احسن عملا في هذه الآية الله سبحانه وتعالى يبين لك انه سبحانه وتعالى وهو خالق الدنيا وخالق ما فيها جعل ما على الارض زينة لها ما على الارض كل ما على الارض القوة الصحة الجمال المعرفة العلم المال البنون المنصب الجاه كل ما على الارض هو زينة وكلمة زينة يدل على ان بعض الناس قد يكون مفلحا تجاه هذا الامر قد يكون ناجحا وقد يكون خاسرا فهي امور لا يحق للانسان ان يحرص عليها ولا ان يفخر بها لنبلوهم ايهم احسن عملاء يعني ان الله جعل ما على الارض زينة ليبتلينا كما قال موسى عليه السلام عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون فالله سبحانه وتعالى جعل ما على الارض زينة لها ليبلونا اينا احسن عمل واحسن العمل هو ان يعرف الانسان ماذا عليه من الحقوق ويجتهد في اداء هذه الحقوق ويحسن في ادائها وفسر احسن العمل بانه اخلصه واصوبه ان يكون على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وان يبتغى به وجه الله تبارك وتعالى الوقفة الثانية في وسط الصورة ذكر الله سبحانه وتعالى قوله المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا الله سبحانه وتعالى هنا يفرق بين زينة الحياة الدنيا وبين الباقيات الصالحات العمل الصالح يوصف بأوصاف كثيرة فهو خير وبر وتقوى وهدى لكن الله تبارك وتعالى هنا ميزه عن زينة الحياة الدنيا بصفة واحدة وهي انه باق فالعمل الصالح هو اعمال الخير التي ابتغي بها وجه الله فهذه وحدها هي التي تبقى ان تعمل اعمال خير في نفسك وفي اهلك وللناس وان تقصد بها وجه الله ليس كل عمل خير يبقى الا اذا ابتغي به وجه الله كما قال الله سبحانه وتعالى لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك بتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما اذا الاعمال التي تبقى التي تبقى هي التي اعمال الخير والتي قصد بها وجه الله طيب الذي لا يبقى يمكن ان يكون من زينة الدنيا الذي يتفاخر به الناس في القوة والجمال والمنصب والصحة والمعرفة كل هذا لا يبقى الا اذا استعمله الانسان فيما يرضي الله فحينها ينتقل من كونه زينة الحياة الدنيا الى كونه من الباقيات الصالحات انسان عنده قدرة على الحفظ او العلم او انسان عنده حسن بيان او انسان عنده قوة او صحة كل من استعمل هذه النعم فيما يرضي الله وشكر الله عليها فهي لا تبقى من زينة الحياة الدنيا بل تكون من الباقيات الصالحات فالباقيات الصالحات هي التي ابتغي بها وجه الله من اعمال الخير لكن قد يكون من اعمال الخير ما هو من زينة الدنيا ولا يبقى كأن يتعلم انسان العلم ليباهي به وليرائي به وكان يتفاخر بما عنده من الخير على الناس او يمن او يعني يسمع بما عنده من الخير فهناك اشياء تحبط العمل الصالح فالعمل الصالح اذا احبط صار من زينة الدنيا ولم يبقى من الباقيات الصالحات قال الله سبحانه وتعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون اولئك الذين ليس لهم في الاخرة الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها باي عمل لو كان يتعلم القرآن يطلب به زينة الدنيا يطلب به التفاخر من كان يطلب العلم من كان يساعد الناس ليرائي وليمن عليهم وليرتفع عليهم كل من عمل اي عمل سواء كان هذا العمل في اصلي خيرا او شرا كل من عمل عملا وقصد به الدنيا فليس له عند الله شيئا من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها في الدنيا وهم فيها لا يبخسون لا يظلمك الله حسنة عملتها لكن أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها لأنهم ما صنعوه لله وكلكم يعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ثلاثة من الناس يقضى عليهم عالم او قارئ للقرآن وجواد ومجاهد هذه الأعمال هي خير الأعمال لكن لما لم يقصد بها وجه الله وقصد بها زينة الدنيا فبالتالي صارت هباء منثورا ولم يبقى لأصحابها شيء عند الله خير من يصف لك الدنيا وما عليها وما ينبغي أن تحرص فيه أو تحرص عليه من الدنيا الذي خلق الدنيا ربنا سبحانه وتعالى هو الذي خلق الدنيا وهو أعلم بها وأعلم بالزينة وأعلم بالباقي قال الله سبحانه وتعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد هذه هي الدنيا يتفاخر الإنسان يتفاخر الناس بالجمال وبالمنصب وبالمال وبالصور وبالمعرفة كل إنسان عنده شيء يتفاخر به الله سبحانه وتعالى بيّن أن كل ما يتفاخر به الناس كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما في الآية الأولى في سورة الكهف إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زينةً لها لنبلوهم أيهم أحسن عمل وكل ما على الأرض سيفنى ويبيد لن يبقى مما على الأرض شيء إلا العمل الصالح والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أمل هذه الآية فيها المبدأ وفيها المعاد هذه الآية يعني فيها يعني تختصر لك الحياة إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زينةً لها لنبلوهم أيهم أحسن عمل وإنَّا لا يجاعلون ما عليها صعيدا جرزا فكأن وجودك في هذه الدنيا هو في لجنة اختبارات أو امتحانات تعلم يقينا أنها ستفنى وستبيد ولن يبقى لك منها إلا ما قصدت به وجه الله من الأعمال الصالحة فربنا سبحانه وتعالى بعدما بيّن لك ما على الحياة الدنيا من زينة أو ما فيها من زينة أمرك فقال سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله فالله سبحانه وتعالى بيّن لك كيف تنظر إلى ما حولك من الأشياء من النعم من الزينة كيف تراها كيف تقدرها قدرها فلا تعظم الهيّن ولا تستهن بالعظيم يحضرني هنا قصة قارون الله سبحانه وتعالى ذكر ما عنده من الزينة وما عنده من الكنوز ثم بيّن كيف ينظر الناس إلى فرعون وزينته فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم الإرادة هي التي أبصرت لكونهم يريدون الحياة الدنيا رأوا أن فرعون ذو حظ عظيم قالوا إنسان عنده أموال وعنده نساء وعنده بنين وعنده كذا وكذا كل ما يريده موجود عنده فبالتالي هذا هو الذي يحسد لكن الذين أوتوا العلم الذين أوتوا العلم هم الذين ينظرون إلى الحياة الدنيا بعين الوحي ينظرون إليها كما بيّنها الله ويّلكم قالوا ويّلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون إذن الإنسان ينظر إلى الأشياء بحسب إرادته وبحسب ما يشغله وبحسب علمه بالوحي فالذي ينظر إلى الحياة الدنيا بعين القرآن يرى كل شيء في مكانه لا يغتر بزينة الدنيا ولا يزهد في الباقيات الصالحات لذلك الله سبحانه وتعالى قال إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون والله سبحانه وتعالى قال في المقابل وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون فيمكن أن يكون الإنسان يمر به الشيء وهو لا يبصره وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية فالذي يبصر هو القلب والذي يعمى أيضا هو القلب فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور إذن الإنسان الذي ينظر إلى نفسه ويقرأ نفسه ويقرأ الناس والحياة وما عليها بعين القرآن لا يضل إنما يضل الإنسان إذا أعرض عن هذا البيان الذي خلق الدنيا هو الذي يصفها لك هو الذي يبين ما عليها من زينة وهو الذي يبين ما فيها من الباقيات الصالحات بماذا ختمت هذه السورة الكريمة سورة الكهف نلاحظ بداية السورة في مطلع السورة إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبِلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً إِبْتِلَاءً لِنَنْظُرْ مَنْهُوَ أَحْسَنُ النَّاسِ عَمَلًا والله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم طيب في وسط السورة ميز بين الزين والباقيات الصالحات في ختام السورة بيّن من المفلح ومن الخاسر قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا في آخر مواضع السورة بعدما بيّن الله سبحانه وتعالى أحوال الناس وبين من ابتلي بالمال ومن ابتلي بالبنين ومن ابتلي بالعلم ومن ابتلي بالقوة والتمكين ذكر قصصا كثيرة فبين شوف هل ننبئكم النبأ غير الخبر النبأ هو الأمر العظيم الذي يحتاج الإنسان أن يعرفه يحتاج الإنسان أن يميزه يحتاج الإنسان أن يتفاعل معه قل قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا من الذي ينبئك الله تبارك وتعالى أخسر الناس عملا من هم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا هذه المقدمة الأولى ضل سعيهم إذن عندهم سعي عندهم تعب عندهم أشياء يحرصون عليها عندهم جهد يخالفون أهواءهم هل تظن أن مخالفة الهوى في كل الأمور محمودة لا ربما يخالف الإنسان هواه لهواه ربما إنسان مثلا يجاهد نفسه ليشاهد أشياء محرمة يذهب إلى مكان وينفق فيه أموالا وهو يتبع هواه يتعب ويجتهد لدنيا لزينة ليفخر على الناس ليست مجرد مخالفة الأهواء مطلوبة المهم أن تخالف هواك بهدى من الله ليست القصة هي أن تتعب وتبذل إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله إن سعيكم لشتة كل الناس يسعى كل الناس يغدو هناك في هذه اللحظة أقوام وأفراد ومجتمعات ودول ينفقون أموالهم وخبراتهم ليصدوا عن سبيل الله ويعملون ويكدون ويجتهدون هناك أشخاص علمانيون أو شيوعيون أو كفار أو ملحدون مستعدون أن يقتلوا في سبيل ما يؤمنون به فالقصة ليست أن تتعب أو تسعى المهم أن يكون تعبك بهدى من الله الذين ظل سعيهم إذن عندهم سعي وعندهم اجتهاد وعندهم تعب ظل سعيهم في الحياة الدنيا التي كان ينبغي أن يحسن فيها عملهم هؤلاء هم الذين لم يسترشدوا بكتاب الله فحرصوا على ما في الدنيا من الزينة والذي كان ينبغي أن يأخذ الإنسان منه ما يتبلغ به ويحرص في هذه الدنيا على جمع الباقيات الصالحات حتى تبقى له عند الله إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه وهذا كل إنسان كل إنسان له كدح له عمل له سعي يا أيها الإنسان كل إنسان إنك كادح إلى ربك كدحا كادح يعني تعمل وتتعب كل الناس يغدو كل إنسان له ما يفكر فيه وله ما يعمله ويشتغل به إنك كادح إلى ربك يعني إلى الله المنتهى هترح فيه مآلك إلى الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون فأخرك إلى الله فالإنسان الذي عاش في هذه الدنيا ولم يبصر الفرق بين ما عليها من زينة وبين الباقيات الصالحات التي كان ينبغي أن يأخذها ويدخرها ليلقى بها ربه هو أخسر الناس عملا لماذا؟ لأنه ظل سعيه في الحياة الدنيا وهو يحسب أنه يحسن صنع شوف الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنع يعني إيه؟ يعني يحسب أنه هو أحسن الناس تصرفا في الدنيا إنسان بيتمتع ويتبع هوا ويتبع شهواته يفعل ما يريد لا يقيد نفسه لا يتعب نفسه بصلاة أو صيام أو زكاة أو تعلم ولا يهتم بأبنائه ففاكر كده أنه عيش ملك وينظر إلى أهل الإيمان الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويحجون يقول دون ناس هبل كما كان يقول المنافقون غر هؤلاء دينهم ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورة فهم على ضلال ويحسبون أنهم يحسنون صنع ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة فهؤلاء جمعوا بين ضلالين الضلال الأول أنهم ظل سعيهم يعني أنهم عاشوا في هذه الدنيا منشغلين بزينتها ولم يأخذوا منها ما يبقى لهم فهذا هو الضلال الأول الضلال الثاني أنهم يحسبون أنهم أحسنوا الناس صنعا كما يظن مثلا الملحد أو غيره يظنون أنهم أحسنوا الناس تصرفا في الحياة لأنهم استمتعوا فيها بكل ما فيها ولا يدري هؤلاء أنهم عند الله تبارك وتعالى وعند أهل الإيمان أخسروا الناس عملا وهم شر البرية وهم شر الدواب وهم الذين يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وهؤلاء لا يقيم الله لهم يوم القيامة وزنا لو فرض أن إنسانا جمع كل ما في الدنيا من زينة وأموال وعلوم تجريبية وطبيعية ثم مات ولم يعلم لماذا خلق ولم يسعى فيما خلق فهو أقسر الناس عملا وهو شر الدواب وشر البرية ولا يبقى له وزن عند الله ولو كان إنسان من الناس يعني لا يؤبه له أو هو مدفوع بالأبواب أو ليس معروفا ليس مشهورا أو لا يهتم الناس به وقد عرف ما خلق له واجتهد وطلب وسعى فيما خلق له فهو من خير البرية لذلك لابد أن تفهم أن إنسانا يعلم أن ربه ما خلق السماوات والأرض إلا بالحق وأن الله لم يخلق السماوات والأرض باطلا ولا لعبا ولا لهوا ولم يخلق الإنسان سدا ثم هو يعيش في هذه الدنيا في اللهو واللعب ويتخذ دينه لهوا ولعبا فما الفرق بينه وبين الملحد الذي ينكر الله وينكر الدار الآخرة لا فرق بينهما الذي ينكر معنى الإله كالذي ينكر معنى الرب فالرب الذي خلق ورزق ودبر وأكرم وأنعم ينبغي أن يعبد فالذي عاش في هذه الدنيا يؤمن بأن الله عليم حكيم كريم رزاق مدبر رب دون أن يعبده واسع في عبادته فهو كذلك ملحد فالإلحاد ليس محصورا في إنكار الرب ولكنه كذلك في إنكار الإله الذي أريد أن أختم به أيها الشباب الكرام لا أريد أن أطيل عليكم أكثر من ذلك أن يعرض الإنسان من عمله على كتاب الله تبارك وتعالى وعلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ينظر أين هو الله سبحانه وتعالى ذكر الصفة التي يريدنا أن نكون عليها في آيات كثيرة وخير ما تبصر به نفسك وتبصر به الصورة التي ينبغي أن تسعى إليها هو كتاب الله ربك يصفك كإنسان وكنفس وكروح ثم يدلك على الصورة التي يريدك أن تكون عليها وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون إلى آخر الآيات ليس البر أن تولوا وجوهكم إلى آخر الآيات إن الإنسان خلق هلوع إذا مسه الشر جزوع إلى آخر الآيات اجمع كل آية فيها صفة للمؤمنين وعرض نفسك عليها وسترى أننا بعيدون بعدا كبيرا عن الصورة التي أرادنا الله تبارك وتعالى أن نكون عليها حينها ربما تشعر لماذا ينبغي عليك أن تعوض ما فاتك ولماذا ينبغي أن لا تغتر بعملك وهذا معنى قول أبي بكر الصديق إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا لأنه ببساطة يعرض عمله على الصورة التي أراد الله سبحانه وتعالى في كتابه فينظر الفرق بينهما فلا يسعه إلا أن يقول ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم فإذا كان الأنبياء الكرام وسادات الصالحين بيّنوا أنهم قصروا في حق الله وأنهم يعني لم يقوموا بواجب العبادة على حقها فكيف نقول نحن ثم كيف بعد ذلك يغتر أحدنا بعمل يعمله كيف يعجب أحدنا بعمل يعمله كيف يقيس أحدنا نفسه على من حوله من الناس وهو يرى أن كثيرا من الناس مفرطون ولا يسعون فيما خلق له ينبغي أن تعرض نفسك على كتاب الله فهو الصدق أصدق مع نفسك إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله فتتق الله أولا بأن تنظر ما قدمت لغد فهذا يجعلك تتق الله فيما بقي لك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصرف قلوبنا إلى طاعته وأن يجعلنا ممن يبصرون الفرق بين زينة الحياة الدنيا وبين الباقيات الصالحات وأن يجعلنا من أهل الباقيات الصالحات وأن يجعل أعمالنا كلها صوابا خيرا وهدى وأن تكون خالصة له تبارك وتعالى جزاكم الله خير ومبرك الله فيكم وصباح الورد وآسف على الإطالة وكل عام وأنتم بخير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر